السلام عليكم جميعنا يعرف أن الله تعالى خلق الذكر والأنثى لكن مؤخرا بدأنا نسمع بمصطلح جديد ألا وهو الجندر ظهر مصطلح الجندر في سبعينات القرن العشرين ويعني عموم الجنس من حيث الذكورة والأنثى وأول من أدخل هذا المصطلح إلى علم الاجتماع آن أوكلي وظهر المصطلح لأول مرة في وثيقة مؤتمر القاهرة في عام 1994 في الموسوعة البريطانية عرف الجندر بأنه شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى أي أن الهوية الجندرية لا تكون ثابتة بالولادة وإنما تنشأ باختيار الشخص لجنسه وهنا يمكن أن تؤثر العوامل النفسية والاجتماعية فتكون هي السبب في تشكيل النواة الهوية الجندرية وتتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نمى الطفل وطبعا فإن هذا مخالف لأبسط أحوال الواقع والفطرة والمنطق ومخالف أيضا لكل ما جاء به الدين ومناقض للأعراف السوية فالله تعالى خلق الخلق إما ذكرا أو أنثى لقوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا بداية يجب أن نكون واضحين بأن جميع القوانين الاجتماعية السوية التي فطر الله رب العالمين عليها تجعل الأسرة أهم وأخطر حلقة في بناء المجتمع وهي المؤسسة الاجتماعية لا أقول الأهم فقط بل وحيدة القادرة على توليد مجتمع سليم متعاون متحاب آمن ومتوافق على تحقيق مصالحه المشتركة طبعا فإنني عندما أقول قوانين اجتماعية السوية فإن ذلك لغاية التمييز بينها وبين النظريات المريضة التي لا تتتجاوز قيمة الورقة التي كتبت عليه وللتوضيح مثلا فالخلق من العدم هو المبدأ الأول للإقرار بحقيقة الوجود والموجد سبحانه وتعالى ويضادها نظريات أخرى تتعلق بتطور الأشياء والجمادات من فجار عشوائي تتولد منه أخلقات شديدة الضقة متوافقة مع بعضها فهنا الخلق حقيقة عليها أدلة مليونية ثابتة لا نهائية أما النظريات الأخرى فتبقى ادعاء منحرف لا دليل عليها ورغم ذلك يرغمون الناس عليها بنفس المنطق يكون جنس الإنسان حقيقة فطر الله عليها الناس ويكون تحديد الجنس نظرية اجتماعية منحرفة ليس عليها أي دليل وبالرغم من وجود خلل جيني أو هرموني نادر جدا لدى البعض فإن ذلك لا يستدعي فتح الباب أمام البشر ليصبحوا ظلا لذلك الخلل النادر فيكون هو الأصل وهم الخلل وذلك بدل أن يخضعوا للعلاج السلوكي أو الدواعي ليكونوا أشخاص أصحاء طبيعيين ثم أنه متى كان نشر المرض طريقا للعلاج وهنا نقول إن لوازم نظرية الجندر من الأمراض الاجتماعية التي تتعدى الاعتزاز بالخلل الجنسي إلى مرحلة التصريح بذلك والدعوة للتحول إليه وهذا شيء خطير متى كان المصاب بالغرغرينة بقدمه مثلا يترك له أن ينشر صورها ويفتخر بها ويعظمها ويدعو الناس لأن يصيبوا أقدامهم بها أم أن الصحيح هو أن نعرف المريض بهذا المرض فيداويها ويسترعيبها ويتعامل معها بحذر ثم إن استنزم أن يقطعها ليبقي باقي جسده سوي لكان فعل ذلك وهذا في الأمراض الجسدية التي تصيب الفرد فما بالك بما يطغى أثره على الناس أجمعين والأمراض النفسية والتي لها أبعاد اجتماعية أليس حاريا التعامل معها بحذر أكبر لأنها تؤثر على حياة الألاف والملايين فما هذا الفساد بترك نقيض الفطرة يعلو صوته ثم يخصصون له مصطلحات جديدة ونظريات يكتبونها على الورق فيصبح هذا الورق دينا للمجتمع ودستورا وقانونا يتجاوز جميع الخطوط الحمراء لأن الخطوط الحمراء يجب كسرها في ادعائهم سواء كانت حسنة أو سيئة فأقول لي مثل هؤلاء اكسروا الخط الأحمر بحاجتكم للطعام أولا ونادوا بكسر حاجتكم للطعام والشراب وأرون النظريات الجديدة إذن ليس كسر الخطوط الحمراء بطولة بالمطلق لابد من الالتزام بشكل وقوانين وقواعد النظام الكوني الذي خلق الله تعالى لاستمرار هذا النظام الذي يصب بمصلحة الجعيم فالنظرة للنظام بأنه قيد يجب الكسر هو الجهل بعينه فالنظام السير الذي يحد من حرية الفرد بالحركة هو لصالح المجتمع كاملا ومن المؤسف أن اضطرر بتحدث ببديهيات في عصر يفترض أنه متقدم حضاريا ولكن الواضح أننا في عصر انحطاط اجتماعي وجماعي يجب أن نحصن أنفسنا منه كيف نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا من مغالطات الجندرة هذا السؤال يجب أن نفكر فيه فعليا في ظل الانفتاح الكامل على الغرب الحاصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بداية سأقول لماذا يجب أن نحصن أنفسنا من هذا المرض أولا لأنه يدمر أفراد بأنه يعطيهم خيارا ليس لهم ولا من حقهم فليس من حق الأفراد تغيير جنسهم الذي خلقهم الله عليه وهذا ما يأمرنا به ديننا تجنبا لاختلال نظام المجتمع ولأنه قبل كل شيء مخالفا لأمر الله في خلقه وفي ذلك شقاء لألفرد ومن حوله والطراب شخصه ومحيطه ودوائره الاجتماعية طيلة حياته السبب الثاني للحذر من الجندرة هو أن خطورتها متعدية فاليوم يؤدي استخدام هذا المصطلح وتنفيذه لفتح المجال لكل أقلية تخالف الفطرى بأن يعبروا عن أنفسهم ويفتخروا بانحرافاتهم سواء كان سبب ذلك مرضا نادرا عابرا أو حبا للرذيلة وقد أدى ذلك لفتح باب الانحراف ضد الفطرى على مصرعيه مما يهدد أبنائنا ونظامنا الاجتماعي فما معنى أن يخير أي إنسان بأن يختار جهويته الجنسية بما يتعارض كامل التعارض مع الدين والأخلاق والفطرى مما يثير الفتنة والانشقاق بين الناس فلم يعد الشذوذ حالة منبوذة حينها بل انقسم الناس بقوة القانون وربما المجتمع الدولي الداعم لهذه التوجهات وقد اشتد الصراع بين الأطراف إذ لا يحصل في المجتمعات التقاء الأضاد بل يحصل انقسام طبيعي هنا وهنا نتحدث إذن عن سلامة المجتمع لا من نواحي الإخلاقية فقط بل من النواحية النفسية والاجتماعية والأمنية أي أننا نتحدث عن السلم الأهلي إذ أن فرض هذه النظريات قد يؤدي إلى التطرف أو العنف فمجتمعاتنا لن تقبل بفرض الجندر عليها لا قانونا ولا عرفا بأي طريقة من الطرق فعلى كل حال يجب على كل منا أن يكون سدا منيعا لحماية عائلته ومجتمعه بالوعي والفلم الصحيح وأن يمنع الانحلال من تدميرنا من الداخل ونحن أهل لذلك ما استطعنا إليه سبيلة أما لوازم نظرية الجندرة تنسف الجندرة المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية التي تحدد هوية المجتمع وليس من المستغرب بعد ذلك في ظل توسيع دائرة انتشار هذه الأفكار الهدامة أن تتفاقم المشاكل الاجتماعية والعائلية كانتشار العنوسة وكثرة الطلاق واستساقة فكرة الإجهاض والمطالبة بتقنينه وتسهيله وهذا ما نراه طبيعيا في الغرب حيث التفكك الأسري بأشكاله المختلفة سيكون من الطبيعي أن تجد رجلا يتوهم نفسه امرأة ويقوم بعمليات تحويج جنسية ليحقق رغبته في صناعة هذه الهوية أو قد نرى امرأة مسترجلة تظن نفسها أنها رجل تسعى لتتحول إليه هذه المصطلحات والأفكار نرى تسللها شيئا فشيئا إلى مجتمعاتنا الإسلامية وانتشارها لا صمح الله فيه يعني تدمير فكرة الأسرة ونشر الفساد في المجتمع وإلغاء الفروق بين الذكر والأنثى بل وربما تبادل الأدوار جسدية ومعنوية وتشويه فكرة الزواج وشيطانة الرجل والدعوة إليه إلغاء وجوده من حياة المرأة وإلغاء الدور الأمومي للمرأة ثم تدوى الأوروبية كالسويد مثلا تمول بعض المدارس التي تعلم الأطفال بأنهم لا جنس لهم أي أنهم حياديون من حيث الجندر فالأطفال فيها لا يسمون أنفسهم بنات أو صبيان والمعلمون لا ينادهمهم بضمار الإناث أو الذكر إنما بضمير مخترع جديد وعلى هذا النساق يصير عدد متزايد من الأهالي في دول أخرى فهم لا يريدون تثبيت فكرة الطفل البيولوجي وإنما الانتظار حتى يختار الطفل جنسه فيما بعد فإن شاء ثبت على جنسه أو سعى لتغييره ماذا يجب أن نفعل؟ يتوجب علينا أن نفكك هذا الفكر أمام أبنائنا ومجتمعاتنا وأن نسعى لتحصين أنفسنا ومجتمعنا من خلال الآتي أولا العمل على توعية بناتنا وأبنائنا من مخاطر هذا المفهوم وأمثاله وشرحه بأسلوب طيب وهادئ كلهم بحسب عمره مما يعطيهم المناعة القوية عملا بالقاعدة الذهبية درهم وقايا خير من قنطار علاج ثم أنه يقع على عاطق المعلمين التحذير من هذه المفاهيم ورفضها ونصح الطلاب وشرح مخاطر هذه الأفكار ثالثا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبيان تناقض هذه الأفكار مع الطب والفلسفة والفطراء البشرية رابعا التأصيل الشرعي المتين فينبغي الحرص على تعلم العلم الشرعي فهو حصن متين في وجه هذه الأفكار المسمومة وقبل كل شيء لابد من الاستعانة بالله تعالى والدعاء لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأنفسنا وأن لا يفتننا وأن يردنا إليه ردا جميلا إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب فهذا يشجعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة